أشار الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم لأن وزير الخارجية الفرنسي جونيف لودريان رفقة رئيس الإتحاد الفرنسي نويل لغريت قد رحب بفكرة إجراء مباراة ودية بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الوطني وهذا ردا على اقتراح لأحد المشاركين في معرض كرة القدم والعالم العربي الذي احتضنته اليوم العاصمة الفرنسية باريس وهذا بحضور رئيس الفاف خير الدين زتشي